تعرف ابدأ منين والله? ابدأ من انا ازعلان محمد صلاح خسر جازة زابست ولا ابدأ ان انا فرحها ان محمد صلاح وصلنا لمرحلة ان احنا بنبقى عاديين نحضر حفلة احسن لعب العالم وبنبقى عندنا امل ان محمد صلاح ياخد الجازة الكبرى وهي جازة زابست او البلندور حتى. او فكرة ان يكون عندي لعب مصري مرشع للبلندور يا انا ربيض. انا كنت احلمش بالحاجات دي من عشر سنين. ولا كان عندي فكرة الجراءة ان احلم ان في لعيب مصري في يوم الاياهم هيكون موجود في جهاز زابست او لعيب مصري هياخد دهارة ابطال اوروبا. الكلام ده كله بالنسبة لنا كان صعب جدا المنايل. احنا حتى لما عملنا فيلم السينما يوسف الشريف راح لقى في فلانسا اللي هو حتى في افلام السينما ما بنحلمش اللي هو خلاص احنا صعب جدا نحلم. حتى في الواقع وفي الخيال الموضوع كان صعب. لحد محمد صلاح محمد صلاح بيكتب تاريخ لنفسه. محمد صلاح بيحط الكرة المصرية وبيحط مصر وسط مصاف الدول في علام كرة القضب. لمجرد بس ان محمد صلاح اللي قسر كل الحواجز دي. محمد صلاح اللي مهم انتقطه لازم تشكره ان نودك لحتة بهداء قوي. حتى ان احنا يبقى عندنا لعيب مصري بينافس على اجازة احسن لعيب في العالم. حتى ان احنا ندور على مين المدربين ومن اللاعبة اللي صوتوا لمحمد صلاح. ومن اللاعبة لموضعته لمحمد صلاح. فدي بالنسبة لنا كانت حلم. حلم ان انا يبقى عندي لعيب مصري مرشح لجازة زابست. واعد ادور مدرب الجزائر صوت لمين? ومدرب تونس صوت لمين? ومدرب الجزائر جمال بالماضي صوت لمحمد صلاح. وكريم منزيمة وليونيل ميسي. وطبعا بنقول للناس دي شكرا جزيلا. بنقول جامعة بنماري شكرا. بنقول للاتحاد التونسي ومنزل جبال يوسف لمساكني شكرا. بنقول للاتحاد الاماراتي شكرا جزيلا لكم على التصويت لمحمد صلاح وكريم منزيمة وصوت مدرب الامارات صوت لكريم منزيمة روبرت فرندوسكي محمد صلاح مركز تاني. مش مؤمنهم حتى محمد صلاح لوستيهم. اسماعيل مطر محمد صلاح كريم منزيمة روبنت فرندوسكي. البحرين ليفندوسكي محمد صلاح كريم منزيمة. تخيل انا. محمد صلاح وكريم منزيمة. لا 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 يا باشا. احنا والله في حلم. احنا عادين في حلم حرفيا. بادر المطوع محمد صلاح كريم منزيمة. اه كارلو جونيس مدرب الكويت كريم منزيمة. واه خيل. خيل مدرب الكويت. كريم منزيمة. تمام. سلمان الفرج كبين دي بروين. كبين دي بروين. يا رجل. حد بيت خلص يا يا عم سلمان. فكبين دي بروين ليونيل ميسي محمد صلاح. اليمن محمد صلاح نقوله كونتي ليونيل ميسي. من اسوأ الحاجات بالنسبالي اللي فيفا بيعملها ان هو بيصرب الدول اللي صوتت للعب يعني. الفيفا عملت لنا مشكلة من لا شيء مع رومان سايس والمنتخب المغربي. يعني اشوف ان دي حرة شخصية انك تصوت للي انت شايف اللي هو زا بست. بس يعني احنا كعروبة بنحس بالحاجات دي اللي هو ما تصوت لبن عروبتك يا جدا يعني. تصوت لبساطة. مش تخسر حاجة يعني. الناس اللي صوتت له. طلعا بس اقفنا لها وقلنا لها شكرا على قفيتكم معانا. مع ان هم ما وفوش معانا هم وقفوا مع محمد صلاح اللي هو لعب نفترض انه بيمسلنا احنا. بس. حتى بالحاجة نقف مع بعض. نزوق الليلة كده مع بعض كده خلي. سنة عروبة كده كلنا يعني. بس عادي كل واحد صوت لأي حد ده رأيه ويحترم جدا. وفي النهاية محمد صلاح ان هو وصلني للجازز ده بست واشوف مين اللي صوت له ومين اللي ما صوت لهش. تاني وتالت ورابع ده انجاز. ده صعب ان احنا نتكلم عليه. بالنسبة لنا محمد صلاح احصل لها في العالم. سنة دي والسنة اللي فاتت ومن خمس سنين وهيوضل دايما محمد صلاح احصل لها في العالم بالنسبة لي لما يبطل قورة. ما بخشش في جاو مقارنات بس انا بالنسبة للاعيب مصري. وريني الحاجات اللي انا ما كنتش باحلم بيها. ولا كنت تجروا ان انا احلم بيها. فبالنسبة لي هيكون دايما وابدا هو احسن لعيب في العالم. هو اللعيب اللي استحق كل الخير هو اللعيب اللي مهما اختلفنا معاه. فقراءه هيكون عندنا اتفاق واحد بس ان الراجل ده وده طموحاتنا واحلمنا لحيتها تانية. مش عارف اقول هارد لك على خسارة ولا اقول لك الف الف مبروك ان ان انت في مركز التالت في جاية احسن لعيب في العالم. مش عارف والله اقول لك انا مش فاهم بصراحة. ازعل والله فرح. بس انا من نسبة لي هي مشاعر كلها متضاربة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو ما عجبكش الفيديو.